اهلا بكم من جديد غدا تهجوم شنه مسلحون في انقرة اعلنت المخابرات التركية تحييدة قيادي من حزب العمال الكردستاني خلال عملية خاصة في القامشتي في سوريا تزامن ذلك مع اعلان وزارة الدفاع تنفيذ الجيش التركي ضربات جوية في شمال العراق على اهداف الحزب العمال والمصنف ارهابي من جانب انقرة تصعيد في الخارج وكبه عمليات في الداخل نضى الحزب الكردي واذرعه اصفرت عن العثور على كميات من الاسلحة والذخير فما هي اهداف اردوغان من هذا التصعيد وما موقف دول جوار من انتهاكات انقرة المتكررة لسيادتها وينضم الينا ضيفانا من اسطنبول علي اصمر الكاتب والمحلل السياسي اهلا بك ومن بغداد دكتور معتز محي الخبير الاستراتيجي والامني اهلا بك ابدأ معك سيد علي من اسطنبول هل يمكن النظر الى هذا الاستهداف التركي كردة فعلة بالفعلة على تفجير انقرة تحياتي لكم وضيفكم الكريم والسلام مشاهدين في الحقيقة اريد ان اشير الى ان تركيا عزمت على محاربة ومكافحة الارهاب منذ زمن طويل وارادت اشراك بعض الدول الاقليمية والدولية في هذه المكافحة ولكن لم تتلقى انقرة الجواب او التجاوب الحقيقي لهذا الشيء لذلك قررت انقرة ان تكافح الارهاب منفردة عبر يعني عمليات نوعية عن طريق استخدام المسيرات التركية الذكية وعندما يصل الخطر الى انقرة عاصمة تركيا من الطبع ان تزداد كثافة هذه العمليات تزداد كثافة هذه العمليات في شمال العراق وفي شمال سوريا لان تركيا هنا بموقع الدفاع عن النفس تركيا تحاول ان تدافع عن نفسها طبعا هذا الانفجار او هذا الهجوم الذي حصل في الامس يعني ردت عليه انقرة بالعديد من الغارات شمال العراق وبعض العمليات النوعية في شمال سوريا ولكن هذه العمليات النوعية كانت قبل الانفجار وقبل الهجوم ايضا ولكن تزداد عندما يزداد الخطر على انقرة وتركيا لذلك تركيا كما قال الرئيس رجل طيب اردغان هي تريد انهاء الارهاب هي سوف تكافح الارهاب الى اخر ارهاب متواجد في المنطقة طيب سيد او دكتور معتز يعني من هذا المنطلق او بهذا المنطق الا يعد الامر ايضا تهديد لسيادة دول الجوار وتحديدا في العراق في شمال العراق طبعا هو تهديد للسيادة العراقية كما ذكر البيان الرباعي المشتركة الذي عقده يوم امس ردا على هذه الضربات وطلب البيان الرباعي للرئاسات في بغداد طلب من انقرة لغة الحوار ولغة التفاهم وليس لغة الضربات الاستباقية دون اذن من الحكومة العراقية كل هذا دلالة كبيرة جدا ان هذه الضربات ليس الاولى وانما تكررت في هذه السنة والاعمام الماضية لمحاربة البككة في هذه المناطق الشمالية من شمال العراق خصوصا في مناطق قنديل وشمال دهوك واسليمانية وفي رأيي الحقيقة يجب ان يكون تعاون مشترك بين الحكومة التركية وايضا الحكومة الاتحادية العراقية للحد من هذا النشاط والتمدد الذي امتدت عناصر معلسف نقول امتدت عناصر البككة الى مناطق تختلف على المناطق السابقة كمناطق سنجار ومناطق سليمانية وايضا جنوب كركوك دلالة كبيرة ان هذا الحزب الذي له قواعد ليس في مناطق الجبلية كجبال قنديل السابق ولكن نجده حاليا تمدد في المدن العراقية وزرع قيادات تقوم بعمليات ميدانية وعمليات استباقية ومحاربة القوات التركية ايضا في عملياتها في مناطق بعشيقة ومناطق شمالة هوك من هذا نجد ان يجب ان يكون لغة حوار وتفاهم وزيارات عسكرية مستمرة لمحاربة هذا التطرف وهذه العمليات الغير مقبولة والتي ايضا هي جزء من الاختراقات السيادية او اختراق الحدود العراقية فهذا العمل اعتقد يجب أن يكون عمل مشترك وليس احادي الجانب لان الضربات اعتقد الجوية المتكررة لا تنهي عمل حزب العمال التركي ولكن تجدد الخلايا مرة ثانية في انتشارها وتوسعها كما حدث من عمليات استباقية سابقة لطائرات مستيرة تركية في مطار سلمانية واخين في مطار عربة طيب سيد علي حتى لا يعد الأمر بالفعل او لا يقرأ هكذا انه انتهاك لسيادة دولة اخرى لماذا لا يحدث مثل هذه تحدث مثل هذه الضربات بالتنسيق مع الجانب العراقي يعني حقيقة نعونا نتكلم بالمنطق وندع السياسة في الجانب كيف ستكافح العراق هذا التنظيم وهي لا تعتبره ارهابيا يعني مطلب وزير الخارجية التركي عندما زار العراق كان واضحا والان الكرة بملعب العراق طلب ان يتم تصنيف هذا الحزب حزب ارهابي على قوائم الارهاب لكي يتم التنسيق الامني بين الدولتين يعني التنسيق الامني كتسلسل سوف يكون توحيد الصف العراقي اعتراف الصف العراقي جميعه بان هذا الحزب هو حزب ارهابي ومن ثم الجلوس على الطاولة تركية والعراق لرسم خارطة مشتركة لمكافحة هذا التنظيم وإلا كيف على اي اساس وبأي حجة العراق سوف تكافح هذا التنظيم وهو ليس ارهابيا يعني لذلك الملعب يعني عفوا الكرة هي بملعب العراق وللأسف إلى الآن لم يأتي جواب شافي إلى أنقرة أيضا إذا أردنا يعني أن نسلسل الأحداث يعني سابقا كان حزب العمال في العراق يعني كان في المناطق الوعرة والجبال الآن نراه بالمطارات المدنية ويستقل الهليكوبتر والمطارات أيضا الزراعية لذلك الهجمات تزايد الهجمات التركية هي تتناسب طردا مع ازدياد تغلغل هذا الحزب في أراضي العراق لذلك أنا أقول مرة أخرى الكرة بملعب العراق إن أرادت التنسيق الأمني يجب توحيد الصف العراقي ويجب تصنيف هذا الحزب كمنظمة إرهابية لكي يتم التعاون الأمني بين الدولتين دكتور موتاز هل يمكن أن يحدث ذلك؟ هل يمكن أن تعترف العراق بهذا التصنيف لحزب العمال الكردستاني؟ أنا أتفق مع هذا الرأي صراحة لأن هذه التشكيلات الإرهابية تهدد السيادة العراقية من فترة طويلة يعني في زمن النظام السابق كان أعطى للحكومة التركية مجال للعمليات الإجهاضية لهذا الحزب يعني أعطاه أكثر من 30 كم من حق تدخل القوات المشات وقوات المدفعية في شمال العراق للحد من نشاطه ومن ذاك الفترة لحد الآن لم تسهم الحكومات السابقة للتعاون المشترك بين الطرفين للحد من التمدد وكذلك من نشاطه العسكري والذي استغل أيضا نشاطه العسكري بوجود داعش سابقا وبعض الخلايا حاليا استغل بشراء الأسلحة الحديثة والثقيلة وكذلك مساومته أيضا مع بعض العناصر الكردية المتواجدة في الجانب السوري خصوصا منظمات قصد وغيرها من تهريب الأسلحة وتهريب الأشخاص وعودة بعض المسلحي داعش من هذا نجد أن الرؤية اللي يجب أن تكون رؤية مشتركة بأن يعتبر حزب البككة حزب العمال وحزب العفو نظمة إرهابية يجب أن تكافح مثل ما تكافح داعش سابقا وأعتقد أن لغة الحوار هي لغة للتفاهم بين الطرفين كما أكد ضيفك في أنقرة بعد زيارة وزير الخارجية التركية لبغداد قبل أسابيع ذكر هذه النقاط وذكر الحكومة العراقية أن تكون الرؤية مشتركة لمحاربة التنظيمات الإرهابية التركية المتواجدة كما تحارب حاليا تركيا التنظيمات في داخل سوريا أيضا التي محسوبة على الإرهاب من هذا نجد أن الأرضية يجب أن تكون أرضية تفاهم وأرضية حوار وأيضا رؤية عسكرية أمنية لا ننسى كذلك أن الرئيسر كان الجيش العراقي السابق قزار تركيا أكثر من مرة سابقا وتحدث في موضوع التعاون العسكري وتواجد قوات عسكرية تركية على الحدود ولكن يجب أن تكون بالتوافق مع الجانب العراقي وفي رؤية استراتيجية عسكرية للحد من نشاط هذه المجموعات الإرهابية كما حددت إيران في الوقت الحاضر بعض القوى العراقية والحركات العراقية في مناطق شمال العراق والقريبة من أربيل والسليمانيا طيب سيد علي هل لهذه العملية أهداف أخرى غير أهداف السياسية يعني حقيقة مكاسب ما ليس فقط من أجل مكافحة حزب العمال يعني حقيقة تركيا حاليا أولويتها هي مكافحة الإرهاب ليس لها أولوية أخرى وليس لها أي مطامع في الأراضي إن كانت العراقية وإن كانت السورية يعني إن لم يكن هذا التهديد على الأراضي العراقية على تركيا لما دخلت تركيا ولا شنت هجمات إن لم يكن هناك أزمة سوريا والعديد من الملايين اللاجئين السوريين في تركيا وقوات قصت على الحدود السورية التركية لما دخلت تركيا إلى شمال سوريا يعني كما نعلم أن هذه العمليات العسكرية تتطلب ميزانيات مالية كبيرة وهي بالأحرى والأجدر أن تصرف على رخاء الشعب التركي ولكن للأسف تركيا بموقف انفرض عليها فرض يعني تركيا تدافع نفسها حماية الأمن القومي هو حق لكل الدول وسياسة صفر مشاكل التي تبنتها أنقرد هي لا تتعارض مع حماية الأمن القومي يعني تركيا بدأت القرن الجديد هذا القرن تريد علاقات طيبة مع كل دول منطقة ومنها العراق يعني وتريد رفع التبادل التجاري وعلى حسن نية أنقرة أيضا كما سمعنا سوف يتم استئناف تصدير النفط العراقي عبر ميناء جهان التركي وبالنسبة لمشكلة المياه أيضا الوزير الخارجية كان في دان طلبة بتشكيل لجنة مشتركة دائمة للتباحث بموضوع المياه يعني تركيا لا تريد المشاكل ولكن عندما تفرض علينا المشاكل فرض يجب أن نحمي الحدود ونحمي المواطنين الأتراك وطبعا يجب أن نحمي المواطنين العراقيين يعني الآن السيادة العراقية هي تنتهك من قبل هذا الحزب قبل أن تنتهك يعني الأراضي التركية طيب دكتور ماتز يعني هنا يمكن أيضا من خلال هذه التحركات من جانب وأيضا إذا ربطناها بالتصريحات بتوسيع نطاق أو المناطق الداخلية للدول وهو نطاق الأمن القومي التركي هل يمكن من خلال هذا الأمر فهم أنه أو توقع مزيد من التصعيد التركي في دول الجوار؟ يعني التصعيد التركي مستمر ومن حقها الدولة أن تحارب الأرهاب في الخارج يعني كما اعتمدت الولايات المتحدة هذه السياسة يعني قبل أن يدخل الأرهاب إلى الداخل تحاربه في الخارج وهو موجود حاليا كما ذكرت في سوريا وكذلك في العراق ويعني هناك أيضا ضربات أمريكية تحدث بحين وآخر الفصائل داعشية موجودة في العراق وفي سوريا وهناك أيضا تعاون مشترك بين الحكومة العراقية وكذلك البنتوغون من هذا نجد أن التعاون يجب أن يكون تعاون عسكري واستخباري مشترك بين الطرفين العراق وتركيا للحد من نشاطها وإخراجها كذلك من هذه المنطقة المشكلة التي يعاني من العراق هو عدم إيجاد وسيلة لإخراج هذه العناصر لأن هذه العناصر باقية من فترة طويلة من سنوات طويلة فأين تذهب هذه العناصر؟ هل تسلم أسلحتها وقياداتها إلى الجانب العراقي أو الجانب التركي؟ هذا التساؤل يحدث باستمرار وهناك تساؤل آخر يعني الضربة التي حدثت في مطار عربة قريبة من اسلمانية من قبل طائرات مسيرة تركية وهذه الطائرة استهدفت قيادات مهمة لحزب العمال متواجد شانت في هذا المطار الزراعي وقبلها أيضا طائرات مسيرة ضربت مطار اسلمانية نتساءل يعني إذا الاستخبارات التركية وجدت قيادات تمددت إلى داخل بغداد وفي مطار بغداد هل تركيا تضرب مطار بغداد بطائرات مسيرة للحد من هذا النشاط؟ أو تواجدها تلغي القيادات؟ نحن هذا التساءل نتساءل به باستمرار كمفكرين ومحلين أمنيين من هذا نجد أن لغة التفاهم والحوار هي لغة عقلانية بين الدول يجب أن نتحاور باستمرار للحد من تمدد هذه القوى الإرهابية والتي تستطيع بسهولة أن تخرج من مخبأها بين الكهوف والوديان باتجاه المدن وباتجاه كذلك كما حاليا موجودة في جنوب كاركوك ومناطق أخرى من ديالهم فلغة الحوار هي لغة مشتركة للتفاهم والتنسيق العسكري والأمني في رأيي ويجب أن يكون طاولة النقاش مستمرة بين الطرفين للحد من انتشار هذا الاختباط الإرهابي في المدن التركية والمدن العراقية إذن دكتور موتز محي الخبير الاستراتيجي والأمني من بغداد شكرا لك وأشكر أيضا ضيفنا من إسطنبول علي أصمر الكاتب والمحل الأسياسي شكرا جزيلا لكم وشكرا للموصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام انتهت حلقة اليوم من وراء الحدث إلى اللقاء